أهمية النسب والتبازن ومسافة في زمان ومكان أحد الأزباب الرئيسية لإكتئاب النفسي أنت تضغط نفسك إلى بسط الأحداث وبعدين نفسك تجرح لو كان هناك مبارعة الملاكمة أحسن لو أنت فقفت بره وشهدت المبارعة من خارج من المسافة معينة لكن لو أنت فقفت بين الملاكمين أنت تحصل الدرابات من الطرفين أخرج ولماذا تدخل نفسك أن تكون أنت بسط الموضوع بسط المجموع وتلعب دور الرئيسي وتذكر نفسك دائما إشارة إلى ما قلت لكم إشارة إلى ما حصل معي هذا وهذا أنت ممل هو الكلمات عندما أنت تقول كلام تتبكع من الآخر ويسمع منك وعندما الآخر يقول لك الكلام أغلبية الكلام يطير بجم أزنيك ولكن بعد فترة وجيزة ربما الكلمات الآخر يعطي يعني إن تتعطي لهم أهمية أخرى ربما أكثر خاصة لو شخص يموت الميت عنده كلمات صعبة مهمة وعلى طول أنت تذكر كل شيء ما قال لك كإنه كان معلمك لكن عندما كان يعيش أهملته كل شيء هو المعلومات من العالم الخارجي يصل إليك عن طريق الأجهزة الحس والإدراك أجهزة الإدراك هذا موجود في ذهنك وإنت تبني لنفسك هذه الأجهزة خلال حياتك كيف تفكر هذا الطريق والأسلوب التفكير وهذا يعتمد على الكامية وجودة المعلومات إن تجمعتها في حياتك ولكن هذا كل شيء يسألك عن طريق الأجهزة الحس البصر والسمع والعين والعزن لكن بعد لحيان الأجهزة هذه يخدعوك لإن عينك لا يرى كل شيء وأزنك لا يرى كل شيء يمكنهم يرون أشياء مزورة وأيضا يجمعون المعلومات عن الظاهر فقط ولا أحد يقدر يشوف الباطن يجمعون معلومات من السطح الأحداث إذن كيف أنت يمكن أن تصلح أسمع من الله سبحانه وتعالى وعاتى لك الفطرة البرنامج في قلب والقلب يستطيع أن ينظر ويرى شيء التي العين لا يرى والأزن لا يسمع هذه هي بصيرة اسمها وهذه البصيرة يقدر أن يصحح كل المعلومات التي العين والأزن يجمعهم ويوصلهم إلى الزهن إذن طور نفسك طور نفسك طور نفسك الصفة المهمة البصيرة لكن نحن نعيش في عصر عندما البصيرة ممنوعة محرمة لماذا؟ هذا عصر الدجال الدجال لا يسمح لك أن يرى الأشياء المكشوفة ويريد أن تترى السطح فقط وتستخدم العين والأزن لأنه يقدر أن يخدع العين والأزن بسهولة لكنه لا يقدر يخدع البصيرة القلب إذن ممنوع البصيرة بنسبة العلوم يوجد هناك علوم علمانية علوم روحانية والعلمين مهمين المجالين مهمين العلماء الذين يكتشفون العالم يلعبون دور مهم هم يأخذون المعلومات من العالم الغيب ويوصلوها إلى عالم الشهادة إن تتعيش فيها يفهمون الخلق وعظمة الله سبحانه وتعالى وهم غير روحانيين لكن دورهم مهم هم يكتشفون العالم العلماء الروحانيين أيضا يكتشفون العالم بطريقة أخرى هم يكتشفون الآيات آيات من الله سبحانه وتعالى أشان ضرع كله آية رسالة وهدى ويوصلون هذه الرسالة إلى التابعين إلى المؤمنين لكن عليك لا تكون متطرف ولا ترى لا ترى فقط المجال الواحد المجالين مهمين لأنه لو أنت جمعت المعلومات من عالم الروحاني والعالم الفيزيائي العلماني ووفيت بهم الأجهزة الحس والإدراك والقلب أنت بعدين تستطيع أن ترى العالم في حقيقته أكثر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته